بسم الله الرحمن الرحيم والله صلى الله عليه وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابكم معين زيك وحبيب قلب وحشتوني 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 كل سنة وحضراتك وطيبين أنا نهماء اللي من قناتنا وفوت شفتوا الأمر اللي هنعملوا النهاردة ده شفتوا طبق كنافة بس حصانية كنافة أمر 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 حاجة كده بصوا يعني من الآخر شايفين كريمة ما شاء الله حاجة كده عسل يعني لون وطعم وريحة حاجة كده أمر يلا بينا على المطبخ نشوف هنعمل الصينية الكنافة الأمر دي أزاي أول حاجة هنعملها هنعمل الشربات هنعمل الشربات هنعمل كمية كبيرة من الشربات هناخد منها بس على قدين. آآ هنا هحط أربح كبيات من السكر هحط عليه كبيتين ونصف مياه. وحط لو انت مش هتحط عسل جوليكوس حط ماعه كبية أربح كبيتين سكر علي كієة المياه. لكن أنا عشان هنا هحط معلقتين عسل جوليكوس هحط كبيتين ونصف مياه على اربعة سكر. انا حطيت هنا اتنين مية. هحطي كمان نص نص دلوقتي. وعصرت عليهم لمونة. هسوبهم على النار. اه اول ما هيغلى. كده بعد ما هيغلى سبعة تمن دقيقة وتطفى عليه. هيكون تقوله زي الفل. ده بالنسبة للشربة. يبقى اربعة سكر. اه واثنين ونص مية. لو مش هتحطي عسل جيليكوز. لو هتحطي يبقى اتنين اربعة سكر واتنين اه اه اي اربعة سكر واتنين مية. بصي بقى. هنا بقى هنعمل الكريمان اعمل الكريمة ازا نجيب كوبايتين من اللبن. ونحط عليهم معلقتين من النشا. آآ هرميتين. ومعلقتين من السكر. او السكر زي ما انت عايزة يعني. وبعد نحطت معلقة لبن باهوت. ضربت الدول وطعم حلو جدا. وبعد نحطت فانيليا وحطته عن نار. واخد بالي منه كل شوية كده ايه. ايه. ده يفق على طول كده عشان ما يكالكحش منه. ويبقى حلو يعني. يبقى احنا كده عملنا الشربات وعملنا الكريم. هنا بقى جينا الكنافة طبعا متفرزة. الله احتمل في ريزل وهنا هعمل هواياك وهو تفتت هواياك. آآ بس ده كيلو هاخد بس نصه. انه هعمل نص كيلو بس. والبقى هحطه في التلاجة تاني. خلاص يبقى السكر اللي يبقى الشربات قلنا عليه ايه بقى الشربات. لو انت عندك عسل جيليكوس هتحط كبيتين اربع كبات من السكر على كبيتين من المياه. كبيتين ونص من المياه. لو عندك عسل جيليكوس هتحط منه معلقة كبيرة. طيب انا ما عنديش هنا عسل جيليكوس. هتروح يا عملي بقى هتحطكم اه اربعة من السكر على اتنين من الهنا كده ما خلصت اهي. اه خلاص هنركينا بقى عشان تبرك. اه هنحط بقى زي ما قلتلكم اه لو ما فيش عسل جيليكوس هنحط اه اه اربع سكر واثنين مياه وعصرة لموة. خلاص ده بالنسبة للشربات. هنا بقى فرقنا الكنافة خدنا نصف كيلو بس اللي احنا عايزونه هنحط عليه معلقتين من السكر البودر. والبقى بقى حطته في جيس وهشيله تاني الفرزة اللي اعمل بيه في وقت تاني. خلاص. هنا بقى خلاص الكمية اللي شلتها هي. وهجب بقى السمنة بتحتي. نصف كيلو الكنافة بياخد مجر من السمنة. هو فعلا بتشرب سمنة كتير بس هي الحلويات الشرقية كلها بتاخد بتشرب سمنة كتير بصراحة. هنا المجر بتاع السمنة خدت منه جزء بس حطته في اللفصانية اللي هحط فيها كنافة. وده ايه ده بقى? ده بودر الزعفراء. آآ بودرة الزعفراء. هتجيب منها بس ايه حاجة بسيطة خالص كده تحطها في السمنة عشان تيدينا لون حلو. بدل اللي بنشتراها من برد تب غالية فاهمين? احنا مروح نشتراها من برد هي لونها قرعا جدا بنشتراها من برد تب غالية. احنا هنعملها في البيت بنفس سعر الكنافة العادية. هنجيب كنافة ده خالص. ونحطها على السمنة زي ما هتشوفته كده. آآ بصوا آآ يعني ايه حاجة بسيطة خالص كده من رشة بسيطة خالص من من العسل من من بودرة الزعفراء. وبدل بقى فروق شايفين اللي بنبادئ يباني هوت في الكنافة. اللي بيبقى بسرعة علشان ايه? فيه عشان تاخد كلها نفس اللون يعني. بدل يفروق فيها كده وقال بيها زي ما قلت لك النص كده الكنافة بياخد مج من من السمنة. آآ يعني ممكن مج ناقص مع الهتين تلاتة كده مش مشكلة يعني. مش هتفرق كتير. خلاص? لكن ما تقول ليش هحط على نص نص مج هتبقى مش هتبقى مش كنافة بقى. بصوا يعني هتبقى يعني يعني بساعة تتعملها كده لو يعني يعني ايه حد عايز ياكل منها وملوش انه ياكل في السمنة او كده. آآ بنقلل المادة الدهنية بس عشان الظروف بس مش اكتر. لكن هي الاصل فيها ان هي النص الكيلو هتحط فيها مج او مج اللي ربع يعني. من السمنة. خلاص? هنا بقى حطت نص في الكنافة. وبحاول اآ سويها كده بايداية واضغط عليها بايداية. واعمل حوالين الصينية كده بتدير ميطور زي ايه? زي جدار كده او زي حيطة او صور كده حوالين عشان الكريمة ما تخرجش ببرة الكنافة وتلزق في الصينية ولما تلزق في الصينية مش مش هتبقى حلوة يعني. هنا جبت الصينية اصغر. واحاول اضغط هوت عليها. ضغطي عليها كده. علشان تتساوي. شايفين تساوي تستان ما شاء الله. هروح بقى جيب الكريمة اللي احنا سبناها ده ده شوية. احطها في قلبها. ما شاء الله. كريمة ايت. احطها في قلبها. احط كمية كلها. وبعد ما احط الكمية كلها اخدوا بالكم انا هنا اطفيت على الشرباط وخلصتوا. يعني احنا عملنا الاول الكريمة وعملنا اعملنا الشرباط وبعدين عملنا الكريمة وبعد نشتغل في القنافة. خلاص? هنا بقى ايه اللي حطينا الكريمة هون. هنحط بقى الجزء الباقي من الكنافة فوق. بس الجزء الباقي هنا حطيت الاول ايه? اه معلقتين تلاتة من جزء الهند كده بتديه طعم حلو جدا. وانا هي عندنا ولدي بيحبوا الجزء الهند فحطيتها عشان خطرهم. وهي فعلا بتديه طعم حلو جدا. هنا بقى وانت بتحط النص الفؤاني من الكنافة. خليكي بقى ايه? اه يعني ايه? بالراحة بشويش عايز تقني كده وانت بتحطي. وسويها بالراحة كده علشان انت بتشتغل على كريمة. فمش هتبقى واخد راحتك او زي الجزء التحتان. اه خد بالك كده. وما تستعجليش كده وبراحة وهي هتتساوي منك هتبقى زي الفل. بس زي ما اعمل زي ما بعمل كده بالضبط. شايف انا بحاول اساوي بايدايا بس بشويش خالص. بشويش خالص. يعني ما تضغطيش عليها علشان لو بضغط عليها ما انت بتضغط على الكريمة من تحت هتوصل ابزط من كل ناحية. خلاص? هنا بحاول اساويها هو. وهجب برضو الصينية وبشويش خالص من فوق كده هحاول اساويه. بشويش خالص. ايوة. بس اشيلا الحوالية ده. شايفة يعني بشويش كاني بحسس عليها كده يعني شايفة هي هنا تساوت اهي. الفرن هنا شغال عندي. بس هنضف وراح حطا في الفرن عندي. ايه هاول ما تاخد لون من تحت هيرحش مشغل عليها الشواية. هنا بعد ما اخدت لون بس اخدت لون سنة زيادة شوية بس مش مشكلة حلوة برضو. اروح ازايها بايه? كبشتين من العسل الشرباط اللي احنا عاملينه. وراح ما اغطيها عليها تهدى شوية بس. تهدى يعني ايه? خمس دقيق كده اروح اقلبها. اروح اجيب طبقة بس وقلبها. جبنا الطبقة هوات بحاول اسلكها من جناب لان اللي يتم تسليك الحمد لله. لان طبعا ما هتلزا زيزان ويشرب كل السنة دي يعني مش مش طبيعي يعني. شايف ما شاء الله شايفين? حاجة كده لون وطعم وريحة عسل. وهنحط كمان كبشة كده على في القار لان يعني ايه? اه جواها في في الوسط كريمة في العسل مش هيدخل فيها قوي. اه فلازم تقلي بها كده وتروح وفي حتى في الكنفة العادية تقلي بها وتروح حط كمان كبشة تحت علشان ما ما تعجينش منك وما تبهاش طريقة. انا من الناس اللي مش محباها طريقة قوية. خلاص. يلا بقى نشوف لنا نقطة حتى بقى نشوف الامر ده نشوف. لا 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 لا. اللهم ايه نصايمة يا جماعة. لا كده مش مش نافع بصراحة. ايه الجمال ده ايه الحلوة دي? حاجة كده. بصوا. اللون ولا كلمة يعني اللون تحس ان انت شريها هيك. اللون هكده. لأ بس يعني حيط تحط بطرة اصدع فرندي بتديلها لون خطير خطير خطير. وطعم طبعا جميل. والكريمة مزبوطة بال بالمسطرة يعني ما شاء الله. يا رب تعمليها ان شاء الله وتطلع من ايدك احلى من من اي حد من ان شاء الله يعني وكل سنة وحضراته طيبين وتعادى عليكو يا رب بالخير في الدنيا كله. وسنة سعيدة علينا كلنا يا رب وعالامة الاسلامية كلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا